اليوم بصراحة بدنا نتكلم عن عدة أمور حاليا تشغل الوسط الرياضي السوري وكثرت بصراحة لأنه اقترب مواعيد مباريات منتخبنا الوطني الأولمبي والمنتخب الأول من وديات واستحقاقات رسمية لذلك رح نتكلم اليوم عن عدة نقاط كتبتها بالورقة رح نتكلم عنها واحد واحد إن شاء الله الأول سبب غياب عمر خيبين الثاني أخبار المنتخب أرضنا الافتراضية للمنتخب الأول وليش فيه غيابات كثيرة بقائمة المنتخب الأول وموعد الانطلاق إلى الصين للمباراتين الوديتين أمام ماليزيا والصين وأيضا بدنا نتكلم عن أيمن الحكيم مدربا للفتوى بدي أعطي رأيي بهذا الأمر لأنه فيه ناس طلبوا وأيضا رح نتكلم عن موعد مباراة عمر السوم القادمة واللي بصراحة رح تكون مباراة قوية وأيضا بدنا نتكلم عن اللاعبين المحترفين القادمين للأولمبي وأيضا بدنا نتكلم عن ودية جديدة لمنتخب سوريا في شهر عشرة في التوقف الدولي اللي رح يكون شهر عشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوكم شخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم على ويمن قناة على ويوتيوب بقناة هيا نزل المحتوى رياضي سوري إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا سلطنا لك الفيديو سبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو أولا سبب غياب عمر خريبين قبل قليل طلع الكابتل لطفي بريس وتكلم على قناته الرسمية على اليوتيوب قال أني اتصلتوا على مصادر من اتحاد الكرة وسألتهم ليش غاب عمر خريبين قالوا أنه قال لهم عمر خريبين أنه ابنه حاليا مريض ولازم عمر خريبين يكون إلى جانبه لذلك ما أجعل منتخب وأنا برأيي بصراحة إذا كانت القصة فعلا هيك إنسانية مرض ابنه إن شاء الله يا رب نتمنى الشفاء لابنه ولكن بصراحة كثرت أعذار عمر خريبين طبعا نتمنى السلامة والشفاء لابنه ولكن بالأون الأخيرة أتكلم عن الأون الأخيرة كثرت أعذار عمر خريبين ولازم يتم فتح تحقيق بهذا الأمر عمر خريبين بصراحة من كثر الغيابات اللي غابها مع المنتخب حاليا عمر خريبين ما تحضر بلا أي مباراة ولا أي معسكر مع منتخبنا الوطني الأول فإذا أجع المباراة الرسمية رح يجي بدون أي تحضير لا ودية ولا تدريب مع المنتخب الأول فبصراحة أعتقد رح يكون موضوع الانسجام موضوع كارثي عنود عمر خريبين مع مجموعة المنتخب هو من الأصل المنتخب ما بنتفت انسجام الخبر الثاني ونتكلم عن أخبار المنتخب بالبداية أرضنا الافتراضية أيضا لطفي برس قبل قليل كابتور لطفي برس طلع على قناته وقال وتكلم مع جانب من الاتحاد السوري لكرة القدم وقال أنه أرضنا الافتراضية حاليا جماعة الاتحاد السوري لكرة القدم طلبوا من الاتحاد الإماراتي والجانب الرياضي هناك في الإمارات طلبوا منهم أن تكون أرضنا الافتراضية لإمارات وحاليا نحن ننتظر رد من الإمارات بصراحة هذا أمر موفق لأنه أكثر جماهير حاليا عندنا مقتربة هي بالإمارة النقطة البعدها ليش في غيابات كثيرة بقائمة المنتخب الوطني الأول أيضا لطف برس طلعوا تكلموا قال تواصلتوا مع جماعة من الاتحاد السوري وقالوا له بالحرف الواحد هذا الموجود يا سلام يا سلام من لا اتحاد ومن لا رياضة ومن لا رياضة سورية أقسم بربي قال هذا الموجود يعني إذا هذا الموجود نطلع نحضر لاعبين فاشلين أسماءهم تكررت دائما بالفشل لم تتكرر بالنجاح نطلع نحضرهم لبطولة رسمية ستنطلق بعد عدة أيام وعدة ساعات فقط صنع اللاعبين ما عاد يجون على المنتخب بسبب فشلكم وبسبب الضغط الضغوط اللي تصير عليهم وبسبب المشاكل اللي تصير بالمنتخب بسببكم ما توفرون لللاعب الأريحية الكاملة اللي يشوفها بناديه مثل ما تكلم عمار رمضان وقال أنا بصراحة لما تجيني دعوة للمنتخب مثل أتنكرز مثل يعني ما أشعر بالرياح طبعا غيابات المنتخب الأول كثيرة جدا سيمون أمين، ملهم بابولي، عمار رمضان، إياز عثمان، حسام عايش، مودين نجار، أوليفير كاسكاو، إلياس هدايا، حلبوني وأيضا خليل المنتخري اللي أوراقه جاهزة بس فقط لازم يستدعونه وكالعادة ما قام يجيبونه ففي هناك غيابات كثيرة لكن العنز والميداني والإحميشة لهم رأي آخر هذا اللي لازم دائما أسماءهم تكون موجودة بالقائم موعد الانطلاق إلى الصين للعب هاي الوديتين سينطلقون إن شاء الله يوم الجمعة القادم للعب الوديتين أمام ماليزيا في 6 شهر وأمام الصين في 12 شهر طبعا سينطلقون من دمشق المحليين وممكن بضع المحترفين القريبين من سوريا ورح يجون باقي المحترفين تباعا وننتقل للخبر اللي بعده أيمن الحكيم رسميا مدربا للفتوة طبعا لازم أتكلم عن هذا الأمر منذ عدة أيام ولكن بصراحة شغلت ببعض أخبار سوريا وأهداف لاعبين سوريين أيضا صورتها أيمن الحكيم بصراحة أنا ما كنت متوقع أبدا أنه يجي أيمن الحكيم كنت متوقع فجبراهيم فبصراحة برأي أيمن الحكيم أفضل حتى من فجبراهيم لتدريب نادي الفتوة أيمن الحكيم عنده سيفي أسطوري مع المنتخب بلا بصراحة بدون أي أدوات ما كانت أدواته كبيرة بالمنتخب لما وصلنا إلى الملحق وردنا نتأهل إلى نهايات كأس العالم فشلون فكيف سيقدم أيمن الحكيم مع الفتوة عند توفر الأدوات ما شاء الله عندنا أفضل اللاعبين السوريين وعدنا أيضا محترف على مستوى عالي فإن شاء الله بقيادة أيمن الحكيم مع الفتوة سيصل الفتوة إلى عدة مراحل قوية سواء على جانب آسيا ولا على جانب الدوري السوري أيمن الحكيم من المدربين المخضرمين يعرف شلون يكسب اللاعب ويعرف شلون يطلع أقصى ما في اللاعب ورح يعمل توليفة جميلة بالنسبة لأداء الفتوة على أرضية الملعب وننتقل للخبر القادم ونتكلم عن عمر السومة مباراة عمر السومة القادمة مباراة عمر السومة القادمة ستكون مع بطل الدوري القطري الموسم الماضي ويلي هو نادي الدحيل مباراة كبيرة جدا تعتبر أقوى مباراة بالنسبة للنادي العربي في هذا الدوري إن شاء الله ستنطلق يوم السبت القادم عند الساعة السادسة والربع بتوقيت سوريا وإن شاء الله سيكون انطلاق وتوهج عمر السومة بالأهداف في هذا الموسم من هذه المباراة بإذن الله عمر السومة الكبير لا يظهر إلا بالمباريات الكبيرة فبإذن الله إن شاء الله يشهد تألق عمر السومة أما بالنسبة للناس اللي تقول عمر السومة كبير وعمر السومة انتهى هذول دائما يطلعون لما عمر السومة ما يسجل تقريبا مباراتين أو ثلاثة إحنا ما بدنا ياكم تشجعون عمر السومة لما يسجل لأنه بكرة من أول هدف أو من أول أسست لعمر السومة تلاقيهم غزو مواقع التواصل الاجتماعي عمر السومة وعقيدنا وفخرنا وفخر بلادنا والإعلام السورية وقلوب الحب لا لما تكون مشجع وفي ادعم اللاعبي اللي تحبه بالسرة والضرة فكلنا معاضدين ومناصري لعمر السومة بالمباراة القادمة وكلنا ثقة بالعقيد وإن شاء الله رح يتألق وعالفكرة عمر السومة صحيح ما سجل أهداف في المباراة الماضية لكنه تألق في ظل النادي العربي اللي كله هابط مستوى وأيضا عمر السومة المباراة الماضية سجل عارضتين حط عارضتين لو هاي العارضتين مسجلها أهداف كان صار عمر السومة طب لكن لأنها انحرفت ثلاثة سانتي على اليمين وأجت عارضة عمر السومة صار كبير ومنتهي أقسم بالله العقول يلي يشيلونها بعض الناس وبعض المشجعين الرياضين يلي ينتقدون عمر السومة ما عرف شلونها بصراحة طبعا أنا أحترم كل الآرة لكن بصراحة الشي يزعد جدا يكتب لي رأيك انت تحت بالتعليقات بخصوص هذا الأمر ننتقل للخبر اللي بعده نتكلم عن خبر مهم من هم اللاعبين اللي رح يلتحقون بالمنتخب الأولمبي المحترفين للتصفيات الآسيوية اللي رح تقام في أردن الشهر التاسع ان شاء الله اللاعبين المحترفين هم أوليفر كاسكاو وعمار رمضان ومصطفى عبداللطيف وأنطونيو يعقوب وهوزان عثمان وزياد غنوم وسيلتحق ان شاء الله المحترف في الكويت أحمد الدالي وان شاء الله سيلحقه محترف نادي الوصل مالك جنعير أما بالنسبة لبراء قياع فبراء قياع ذهب من معسكر المنتخب ومن الودية اللي لعبناها بالسعودية راح رجع على اسطنبول معا لما ذكره اللاعب ووصفه بالأسباب الطارئة علما أن الكادر الفني بقيادة تامر حسن وفراسلم عسعس اعجبوا بهذا اللاعب ونووا انه يجيبونه ويخلون اسمه متواجد بالتصفيات الآسيوية تصفيات كاس آسي ننتقل للخبر الأخير رسميا منتخبنا الوطني الأول يواجه منتخب الكويت في ودية ثانية في الشهر العاشر ليش؟ لأن رح نلعب مبارياتنا في التصفيات المؤهلة لكاس العالم عام 2026 وكاس آسيا عام 2027 تبدأ مبارياتنا في الشهر 11 يعني نلعب ودية قبل بشهر الودية هاي ضد مين؟ ضد الكويت والمنتخبات اللي رح نلعب معاها بالشهر 11 ضد مين؟ ضد كوريا الشمالية في 16 داعش وضد اليابان في 21 نوفمبر يعني 21 داعش رح نلعب مباراتين ضد منتخبات تعتبر من المنتخبات اللي تتبع لشرق آسيا وإحنا نلعب ضد الكرة الخليجية العربية خوذ على تنقاية الودية ستقولي ما رح نستفيد من هاي الودية شي لأنه هذول طريقة لعبهم شكل وهذول طريقة لعبهم شكل فبصراحة قرارات الاتحاد السوري أغلبها يمكن كلها فاشلة 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 بس والله هذا كان فيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر